موسيقى أو فيها الحوار التونسي أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة سعداء اليوم باستضافة الأستاذ عبد الرزاق الهمامي أستاذ مرحبا بك في قناة الحوار التونسي أنت رئيس الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديموقراطي اليوم أستاذ عقدته ندوة صحفية يعني محورها كان إحالة زوز من رفاقكم قياديين كل من أستاذ محمد الجهمي العجربي عضو الهيئة التأسيسية وعبد الله القاسمي عضو القيادة الجهوية للحزب بجهة نابل يعني غدوة بشي تحالوا على المحاكمة على محكمة جرونباليا علش تعتبروا أنه الساعة حطنا في صحن معناه علش تمت المحاكمة إذايا في مرحلة أولى وعليش تعتبرها محاكمة سياسية أولا الساعة نشكر القناة على الاستضافة قناة الحوار اللي هي قناة يعرفوها التوانس الكل من خلال نضالها في سنوات الجمر وأحنا كنا ديما نذكر أنها فتحتنا إصدارها وقت اللي كانت ظروف الإعلام عصيبة في تونس وكنا عبرها هي أوصلنا صوتنا المناهض الدكتاتورية بن علي وقت اللي كانت تبث على الاركواريس كما يتفكر التوانس الكل اليوم احنا نرجع للقناة هذه اللي نشوفها وها قاعدة تساهم في تطوير المشهد الإعلامي التونسي أذك علش نشكركم على الاستضافة ونقنو لكم اللي احنا اليوم عملنا ندوة صحفية قناتكم كانت حاضرة من قناة اللي غطات الحدث لأنه ثم محاكمة سياسية واحنا يؤسفنا أن نقوله أنه عادة شبح المحاكمات السياسية ليطل برأسه على التونس احنا نعرف العديد من المحاكمات ويبدو أن عندها هذا الطابع الأحداث انطلقت في المحاكمة هذه من احتجاجات عفوية عملوها توانسة موجودين في منطقة الشريفات بمعتمدية سليمان المنطقة من ولاية نابل المنطقة هذه هي من المناطق الفقيرة المعدمة المحرومة أوضاع البنية التحتية فيها تكاد تكون مأساوية الخدمات دور الجوانب الصحية الجوانب الخدماتية كلها تكاد تكون منعدمة المنطقة هذه تضم 12 ألف مواطن والمدة الأخيرة كما تعرفوا ثم تخصيص اعتمادات من تعتنمية المعتمدية وقع تخصيص اعتماد من تعتنمية أكثر من 60 مليار لها المنطقة هذه نصيبها كان 160 مليون دينار أي حوالي 0.3 منها لما بلغ المواطنين الإعلام هذية طبعا اللي هما عندهم مبثليهم في مجلس التنمية المحلي والجهوي اغطاظوا المواطنين واحتجوا وخرجت احتجاجات عفوية احتجاجات عفوية الطالب بعدم تواصل تهميش المنطقة هذه وثورة من مدلولاتها الكبيرة اتعملت لأعطاها كل ذي حقا حقها والمناطق المحرومة عندها حق في التنمية باش توفرها للخدمات وتوفر فيها الاخدم وتوفر فيها البنية التعطية فوجهت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف بتصدي عنيف من قبل السلطة بها ثم اعتصام وقع فكانوا وقع متردت الناس حتى في ديارها استعمال القنابل المسيلة للدموع وقع اعتقال أكثر من 20 مواطن وهذا ما يمنعش أنه في الاحتجاجات هذه رافقتها أعمال مدنة أعمال متاع سلب أعمال متاع نهب أعمال متاع اعتداء اللي احنا كحزب ديما كنا ننددوا بالأشياء هذه ونطالبوا بأنه المطالب بالمشروع متاع المواطنين يزيما تتم في كنف القانون وفي إطار الاحتجاج السلمي والاعتصام السلمي ودون المساس بالممتلكات أو بالأرواح أو بالحرمات الجسدية والمعنوية للتوانسة ثم تجاوزات صارت ولا يستبعد أيضا أن هذه التجاوزات حصلت من أطراف مشبوهة تريد أن تورط العديد من المواطنين في أشياء سيئة وترتب على ذلك أن الإيقافات شملت العديد من المواطنين وأطلق صراح أغلب الذين وقعوا إيقافهم وابقاوا سبعة من الناس في حالة إيقاف وفوجئنا بأن سبعة الموقوفين هذو يضافون لهم زوز أسماء هما اسم الرفيق محمد جامي العقربي اللي هو عضو الهيئة السياسية للحزب يعني قيادي مركزي هو المنصق الجهوي بتاع نابل ويضاف لها كذلك رفيق عبدالله الجاسمي اللي هو عضو القيادة الجهوية ومن بين ما سئله عنهش جايبكم للاعتصام وشوه فواضح أنه رفيق محمد العقربي الساعة هو ولد المنطقة الاعتصام صار بحضة داره وأكثر من هكه هو رئيس قايمة حزب العمل الوطني الديمقراطي في دورتين متتاليتين والمواطنين الكل يعرفوه من واجبه أنه يكون حاضر ويأطر ويعترض على الحاجات السلبية والسيئة وهذا دور العزام السياسية نفس الأمر بالنسبة لرافيق عبدالله الجاسمي اللي هو عنده من قبل القناة إذاعة كابافا اللي هو مراسلها في الجهة وكذلك جريدة مجمع جريدة الشرق والأنوار اللي هو يحمل بطاقة مهنية فيها وبسيفته الصحفية وبسيفته مواطن أيضا من الجهة فحضورهم كان حضور مفروغ منه وبديه وحضورهم كان إيجابي باش ما تقعش التجاوزات نفاجأ بأنه يقع زجبه واتهامهم بأنهم مشاركين في التحريض وفي غيره أحنا قلنا أنه هذا هو استهداف للحزب وهذا هو محاكمة سياسية لا مبررة لها وأحنا منحبوش أن الأحداث هذه يقع تصعيدها وإعطاءها دلالة ليست هي دلالتها الدلالة الحقيقية للأحداث هذه هو أنها احتجاجات عفوية للمطالبة بالحق في تنمية عادلة والكف عن تهميش هذه الحل المتاحة هو حل اجتماع لاستجابة لمطالب الناس فيما هو ممكن وما هو معقول والممكن والمعقول ظهر ونجم يوفر الحلول للناس وبالتالي العودة للحلول الأمنية والعودة لتعليق فشل الحكومة في إصلاحها المواطنين وحل دين مشاكلهم على المعارضة أثنية هذه ما هاش هي أثنية اللي التوانسي حبوها وما هاش هذه أثنية التعاودات اللي عملتها الحكومة على روعها زادة طيب أستاذ طبعنا معناها الأستاذين اللي يقع يقافوا معناها معروفين معناها أنهم معناها ناس رزان ومش معقول أنه معناها يتهموا بأنهم معناها ناس ساهموا في أعمال نهب أو تحريض على العنف أو معناها هذين مش من الخصال نتيحهم ولا من الخصال القياديين في حزب العمل الوطني الديمقراطي اللي عرفناهم معناها أيام الجمر وأيام القمع أو كانوا معناها ناس قد المسؤولية تمنياتنا أنه هذه المحاكمة غدوة هل أنه فما دعوة غدوة للتجمع أو للمناصر لمكونات المجتمع المدني هل فما أنه محامين نتطوع أو للدفاع أعطينا فكرة نحن نحب أن نشكر الساعة سادة المحامين اللي كل المحامين المعروفين بدفاع على قضايا الرأي بكلهم ما أنسمعوا بالمسألة بما فيهم العميد عبس الطار بن موسى رئيس الرابط التنسيح لحقوق الإنسان إلا وأعربوا على استعدادهم للدفاع على المواطنين هذين وكيف كيف عموم الأحزاب الديمقراطية والتقدمية كلها أعربت على تعاطف الجمعيات الاتحاد الناس الكل معبرة على تعاطفها وعلى استغرابها وعدم استساغتها لهالمحاكمة هذه اللي واخد الطابع السياسي واللي تنجم تفتح مصار ما نحبوهش الناس الكل لتونس بما فيهم الحزاب الترويكا تعاطفوا لا الترويكا ما كلموناش وما وصلنا منهم حتى شيء وإحنا مطالبينهم باعتبارهم هما الحكومة اللي تسير في البلاد نقولولهم مش هذية اثنية اللي باش تمنع تونس ونحبوه المحاكمة غدوة يقع اطلاق صراحة الناس واغلاق الملف وتبريئة الجميع ودعوة الناس هذن للنقاش حول سبل الاستجابة لمطالب الناس وحلان مشاكل الناس إذا كان نحبوه المنطقة تمشي في الاتجاه الصحيح وأحنا على كل حال ناس وطنيين وما نحبوش المضرر لبلادنا لكن أيضا عندنا حقوق وما نسكتوش عليها وعنا منذنين ما نسكتوش على الاتهامهم بالبطن طيب نتمنى وانه يعني القضايا هذية معناها تتلم ويعني نصلوا الى يعني حل يرضي العادل طبعا ما يتجناش على منذلين ويعطي كل ذي حق الحقه فهو خاصة في هالذرف هذي اللي مر به حزب العمل وليس حزب العمل الفقد وانما نسميها العائلة الوطنية بصفة عامة فهما مساعي توحيدية لو كان تعطينا اخر التطورات اللي صارت لانه المساعي التوحيدية مثلا ما بين حزب العمل الوطني الديموقراطي وما بين حركة الوطنيون الديموقراطيون ثم عنا تقريبا عام ونصف وحنا كل مرة نسمعوا انه فما مساعي توحيدية ولكن الى اليوم ذا هالي مزلت مزلنا ما شفناش حزب واحد عطينا اخر اخر الاخبار في المساعي التوحيدية هذه مسألة توحيد الطيار الوطني الديموقراطي هو شعار قديم وحنا حاولنا نختم عليه ونسعى وليه كنا طرف فاعل بل ربما دافع رئيسي في اتجاه المسار التوحيدي وتعاوننا مع العديد من الارادات الخيرة في هذا الاتجاه ووصلنا الى اتفاق اتفاق مكتوب بيننا وبين حركة الوطنيين الديموقراطيين حول حزب موحد للوطنيين الديموقراطيين واردناه بمضمون نوعي يتجاوز التجربة التنظيمية في حزب العمل الوطني الديموقراطي وكذلك في حركة الوطنيين الديموقراطيين وفي عموم المجموعات الوطنية غير منتظمة وكذلك بقانون اساسي ونظام داخلي نوعي متقد واتفقنا على جملة من الاجراءات ومن اهمها مسألة القيادة الجماعية عدم الاعادة وتكرار اخطاء القيادة المتمركزة في يد شخص واحد وبشكل هرمي والتأكيد على التسير الجماعي وفي هذا الاطار هناك اتفاق مكتوب ومصادق عليه من قبل هياكل القرار في الحزبين بان تكون القيادة المركزية اللي هي المكتب السياسي تشتمل على عناصر لا يحمل اي عنصر لا يتمتع اي عنصر فيها باكثر من صلاحية واحدة وهذا ما سميناه تقاسم الصلاحيات والخطط مركزيا جهويا وقطاعيا مع كامل اسف هذا لم نصل اليه ورأينا صدا فيه الرفاق عندهم رأي اخر اتجهوا الى التمسك بهذا الرأي وسندهم في ذلك مجموعة من الرفاق في حزب العمل اللي هما خرجوا من حزب العمل معاك عندهم صفة في حزب العمل احنا من اجل ان نبين هذا الامر استدعينا مجلس مركزي والمجلس المركزي اول حاجة عملها ساعة حل الهيئة التأسيسية متى حزب العمل باعتبار فترة التأسيس اكتملت وانتخب هيئة سياسية جديدة كل الرفاق اللي كانوا في الهيئة التأسيسية القديمة وحضروا صعدوا للهيئة السياسية وقرر المجلس المركزي الاستثنائي اللي انعقد بكل المواصفات والشروط القانونية انه لا يمكن ان يعيد تكرار التجارب التي تجاوزناها على قل احنا في عقليتنا في مسألة التنظم الديمقراطي وفي مسألة التسير الجماعي وفي مسألة كذا وفي الاثناء الرفاق هذا من المواصلين سواء كان في حركة الوطنيين الديمقراطيين او من انشقع عن الحزب والتحق بهم وهي اقلية ضائلة ومن حقهم ذلك ماشيين فيما صار انشاء حزب بالمواصفات القديمة وهذا ربي يعينهم احنا ما عندناش اشكال اسنين المواصفات الجديدة هنا احنا مثلا نحاولوا تشوف حتى بالنسبة للمواطنين يقول لك برشة حزاب وعندهم نفس الخط ونفس التوجه ليش ما تحاولوش معناها الجيوز وهالاخ الخلافات شنين الشكل الجديد للحزب المطلوب الشكل الجديد الاساسي فيه هو ان يكون التسيير جماعي وديمقراطي ولا يكون بشخصية هرمية تجمع صلاحيات فيه لانه هذه التجربة مدمرة لكل الاعزاب وتكفي ان تكون هذه الشخصية ربما ترعها شيئا صائبا وتتخذه عندها صلاحيات باش تعمله وحتى حد مناج موقف في الحالة هذه سيمضي الحزب الى مطب غير مجدي ومش هذا اللي اتفقنا فيه على الاقل واحنا كهياكل ما خونا من قبل هياكلنا اللي سمعونا به الناس هو انه نعمل قيادة جماعية متناصفة وهذا لم يحصل هذا لا يعيق للود قضية احنا الناس ذو ما نعتبرهم ديمة ناس وطنين ديمقراطيين وناس نجمون نختمو معهم ولكن ايضا لا نغالط انفسنا ولا نريد ان نقوم بتجربة مصيرها الفشل هما توا يعملوا في تجربة مع العناصر المنشقة واحنا هنا نحب نقوله بشكل صريح ان هذه العناصر لا علاقة لها الان تنظيميا بحزب العمل للوطن الديمقراطي هي عناصر وطنية ديمقراطية مستقلة ملتحقة بالحركة منضمة لها لكن الاستاذ محمد جمهور لم يعد قياديا في حزب العمل للوطن الديمقراطي واختار شيئا اخر واحنا نحترموه لكن طوى ما عادش جائز باش واحد خارج حزب ينتحل صيفة ويتحدث باسم الحزب باسم المجموعة اي 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 هذك عنده الحق فيه باش تحدث باسم المجموعة هذك شأنه باسم المنشقين والمنضمين هذك شأنه اما يتحدث باسم حزب العمل للوطن الديمقراطي لهو لا غيره هذا اسمه انتحال صيفة واحنا على كل حال رأسنا الجهات الرسمية في البلاد والإدارة والناس الكل بمقرارات المجلس المركزي وتسلمنا ردودا قانونيا تخول للحزب الآن انه ينجم ياخذ اجراءات سواء كان مع الناس اللي في الجهات اللي ما عادش في حزب العمل وإلا مع الناس المركزين والمجموعة هذه هي مجموعة قليلة ونحن في كل الأحوال لا نسعى إلى المشاكسات والإجراءات القانونية لكن نسعى لإنجاز ما هو ممكن ومشترك معه سواء كان مع الاخوين هذا ونحن نمشيه الحزب نمشيه المؤتمر كما هو ما نمشيه المؤتمر ونحن يكون فيه المؤتمر أساسا مؤتمر الحزب العمل الوطني الديمقراطي ومن ينضم له من العناصر الوطني الديمقراطية اللي ما يش راضي على التبشي له وهذه موجودة وتقدمتنا بمقترحات ونحن نخدم معه وسنجد إطارا للعمل مع كل فصائل اليسار مش هذن بارك ما حدناش مشكلة هابش نجيه توا الباقي فصائل اليسار توا يعني المجموعة هذية اللي ماشي في مصر توحيدي أعلنت أنها بش تلتحق أو قريبا أنها تلتحق بالتحالف اللي ضم يعني المكونات السياسية موجودة تحت الجابة الشعبية ربعتها الجانفي بما فيها حزب العمال حزب النظال التقدمي وغيرهم الحزب محركة الشعب كذلك ممكن تلتحق بعض الزوزة حزب لديهم مرجعيات بعثية حزب الطليعة وحزب البعث هل أنه حزب العمال الوطني الديموقراطي معني بهذه الجبهة هل هو معني بالالتحاق بالجبهة هذه ولا بش يواصل معناها ما صاره وحده أحنا عندنا موقف مبدئي كل ما هو تجميع لقوى اليسار بجانبيه اليسار الاجتماعي واليسار القومي معنا فيه حتى اعتراض ونعمل على تعزيز وديور عندنا علاقات وطيدة بيها كل هذه الأسماء التي كنت تتحدث عنها سواء كان الأخويان في نضال التقدمي ولا في الحزب الشعبي ولا في حتى مع تونس الخضرة حتى مع الأخويان في حركة الشعب في الطليعة في البعث عندنا معهم علاقات طيبة وتواصلنا وطلبوا منا والطلب يعني تشكل وفد تصل بالحزب من جبهة 14 وكذلك تصل بنا بشكل مباشر للالتحاق ونحن أعربنا على استعدادنا لهذا وعندنا مسعى جدي بيش المربع الأول اللي نعتبره أحنا مربع التنسيق بين اليسار والقواء القومية بصفة عامة أن يؤدي دوره ويفهم المرحلة رأي مبنية على العمل الجماعي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة لكن الاستحقاقات المقبلة هذه نحن نفهمها بعنصرين متلازمين ما هاش استحقاقات ذات طبع إيديولوجي أبعد ما تكون على الطبع الإيديولوجي وهي استحقاقات ذات طبع سياسي نتفاهمه في المرحلة واشنوالي فيها وينعكس عليها يترتب عليها انعكاس انتخابي يعني هالناس هذه تكون مستعدة للمضي معا للاستحقاقات الانتخابية ولكن قلنا للإخوائينا دم راهوا هذه خطوة لازمة ولكنها غير كافية كما يقولوا في الرياضيات شرط لازم وغير كافي نسيساري نان سوفيزان هل لازم وغير الكافي هذا شنوالي يلزم يلزم يكون منفتح على عموم القوات الديمقراطية في البلاد يعني ثم قوات ديمقراطية أخرى من خارج الطيف اليساري والقومي يلزم التواصل معها ويلزم التنسيق معها إذا كان ثم حد أدنى اليوم يجمع الناس وهو الأدنى الديمقراطي يدفع على الدولة البدنية على الجمهورية كنظام ديمقراطي يكرس حقوق الدوانسة وهو المكسب في نهاية المطاف اللي الثورة التونسية حقت فيه مكاسم فعلية مازال الباب نظام الوطني والباب الاجتماعي مفتوح ويلزم المكسب هذا ما يسكرش الباب عليه ولكن مزلنا بعاد على تحقيق أهداف الثورة ومحاكمة الشريفات دليل على أن مزلنا بعاد على تحقيق الأهداف هذه إذن اليوم إطار التنسيق هو الإطار الديمقراطي الدفاع على مدنية الدولة على الديمقراطية وهذا يجمع كل القوة أحبابنا أم كرهة أم أن ننغلق داخل إطار إيديولوجي لا يرى من صديق يمكن التعامل معه إلا ما هو يساري وما هو قومي فإن هذا خطأ فادح في السياسة ولا يجب أن يتكرر وشوفنا نتائجه في 23 أكتوبر يجب أن يتحاوض طيب واضح الموقف هذا خلي نأخذ ملا رأيك ذو رأي الحزب من المقولات التي تخرج اليوم حول أن تون السائرة نحو استقطاب ثنائي جديد ما بين الترويك الحاكمة أو ما بقي من هذه الترويك الحاكمة وبالأساس حركة النهضة وما بين العائلة الدستورية للناس اليوم أتخل لك البيجي قايد السبسي الوزير الأول السابق عادة لم يعني شتات العائلة الدستورية وفم مجموعات سياسية أخرى يعني من خارج العائلة الدستورية التحقت بحزب ليداء تونس وما خرجناش من الاستقطاب الثنائي معناها فكيفاش أنت موقفك ساعة من الحزب متاع نيداء تونس ومن المقولة هالي أنت سايرين نحو استقطاب ثنائي أنا الراد لي أخطر حاجة على مستقبل تونس هو أن نصل إلى هذا الاستقطاب الثنائي ومستقبل أي ثورة لأنه شفنا الواقع السيئ اللي قالت له الثورة المصرية بالاستقطاب بين مرسي وشافيق ما نحبوش نوصله للوضعية هذه وفي كل الحالات أنا ما نتصورش في تونس سننتهي إلى مواجهة بين من يمثل مرسي ومن يمثل شافيق في تونس اللي يمثل شافيق نتصور اختينا خطوات حاسمة في مواجهته في حلانه وأيضا في المطالبة بمحاسبة من يمثل هذا الطرف معناه الدساتر التجمعيين المدانين يلزم يتطبق عليهم القانون ويلزم الإجراء القضائي هو سيد في الإطار هذا معدى ذلك أنا نعتقد وهذا اللي رأوه في الحزب أنه ثم قوى ديمقراطية حقيقية يمكن أن تتجمع ويمكن أن تفرض حدا أدنى من التوافق توافق الكلمة هذه اللي تتردد التونار جعلها التوافق حول حد أدنى فيه الحفاظ على مكاسب الثورة التونسية هالحد الأدنى هذا فيه الديمقراطي اللي تحدثنا فيه فيه سمات عامة لإدارة الشأن العام وقت اللي توافق والتوانسة على مدنيت الدولة على رفض العنف على سيادة القانون على الاحتكام للمؤسسات المنتخبة التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية التوافق على قانون انتخابي على دستور ديمقراطي على هيئة محايدة هذه كل عناصر توافق اللي تكسرها اللي تستقطاب الثنائي تكسر وتتخلق قوة في نفس النقطة هذه هناك أمان يقول لك هذه معناها خطوط عريضة تسعى لتعويم معناها الحزاب إيش أعطيني النموذج الاقتصادي ولا المنويل الاقتصادي متاعك هو الفيصل وهو على أساسه النجم نتحالف أنا أقول لك النموذج الاقتصادي اللي يلزم وأنا ما نعرفش أنت أكيد طلعت على المبادرة متاع الاتحاد اللي نحن كحزب سياسي ساندناها ونطالبه بتفعيل من البنود متاعها هو إقرار نمط اقتصادي يقطع مع النموذج اللي كان سائد واللي أدى للأزمة شنين الملامح الكبيرة متاعه الملامح الكبيرة متاعه أنه يوجه لإحداث نمط تنمية أكثر عدلا وأكثر اهتماما بالمناطق المحرومة وأيضا بالفئات المحرومة إذن نحن لسنا في موقع التعويم العام ولكن أيضا ما ناش في وارد الاحديث على فترة متاع تغيير جوهري في علاقات الانتاج لسنا لا بيصدد المشركة ولا بيصدد أي شيء من هذا القبيل نحن بيصدد مرحلة متاع بيناء اقتصاد وطني ومرحلة متاع بيناء اقتصاد وطني كل الطبقات ذات المصلحة في هذا الاقتصاد اللي هي العمال واللي هي الفلاحين الفقراء واللي هي الكادحين واللي هي كذلك البرج وزية صغيرة والبرج وزية الوطنية هذه كلها تستطيع أن تلتقي حول منوال التنمية وبناء اقتصادي وطني يخدم مصلحة التوانسة الكل وهذا كعلاش هالمضمون الاقتصادي هذا مع المضمون السياسي الديمقراطي ينجم يترتب عليه انشاء كتلة سياسية تاريخية نحن نتحدث على الكتلة التاريخية فيها تجميع لكل القوى الديمقراطية وهذه اللي باش تكون حاجز دون الشرخ اللي يسير في المجتمع التونسي ويكون شرخ عمودي بين بديل انتع مشروع ديني ولا وصولي ومشروع اخر مرتبط بتجمع المنحل في تونس ما يجب انش نوصل لهذا ويجب ان نوصل البديل الديمقراطي تجمع حول القوى الديمقراطية احنا همنا الاول في القوى الديمقراطية هذه هو اليسار ثم كل المكونات الديمقراطية وعننا حديث ويجب ان يتواصل سواء كان مع المصار ولا مع الجمهوري ولا مع اي اطراف اخرى التي ترى نفسها معنية بمعركة الديمقراطية ومعركة التصدي لها الشرخ هذا اللي نحكيو عليه واللي بش يكون مضر ياسر على مستقبل تونس باهي واضح اذا كان نوصل ونحكيو على معركة الديمقراطية هل نحن يعني في نواجهه كما تقالت معناها الديكتاتورية ناشئة بش نولي ونحكيو على معركة متاع الديمقراطية مال موقف حزب العمل من يعني للترويكا الحاكمة ومن اداء الحكومة وخاصة العصب الرئيسي لهذه الترويكا الحاكمة لهو حركة الناس احنا بالنسبة لنا الساعة لا نريد ان نرى انتصاب ديكتاتوري نحن نريد ان نتصدى وبصيغة استباقية لاي مظهر من مظاهر العودة للاستبداد العودة للتغول ثم مع ظاهر متاع تغول ثم مع ظاهر متاع التمركز في مفاصل الدولة مثلا مثلا التعيينات متاع الولاد التعيينات متاع المعتمدين اللي نحن نطالبوا بانه تعيينات هذه تكون مبنية على الكفاءة مش على الولاء الحزبي احنا كيف كيف ما نحبوش توظيف امكانيات الدولة لأي حزب من الاحزاب ما نحبوش الخلط بين ما هو خاص بالنشاط الحزبي وما هو عام بالنسبة للهياكل الإدارية والمصالح العمومية هذه كل مظاهر اعلان تصدقوا له العنصر الثاني فيها شنوه هو ان نفرض وبأداة سياسي المعارضة مسؤولة عليه ولكن الطريقة يجب أن تتجاوب معاه وفي حالة عدم التجاوب تقام عليها الحجة وقتاً نتحدثوا على توافق الاتحاد العام تونس تحادث الاتحاد العام تونس تحادث على مبادرة تحادث على توافق اش فيها فيها العناصر اللي كنت نحكي لك عليهم الكل وفيها التزام بحد أدنى إدارة المرحلة الانتخالية بما يضمن الديمقراطية في العمل السياسي بما يضمن التوجه نحو حلان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك وهذا الهام في الموضوع بما يضمن دولة القانون وعدم التغول الطريقة تعلنوا أنها ملتزمة بذلك وحركة النهضة تعلن وقت اللي تعلن هذا وبعد تالي تجي ممارسة أخرى تنفي نحن علينا أن نتصدى للخطاب المزدوج ونتصدى لعدم حصول هذه التجاوزات وبصراحة وضع في البلاد فيه العديد من الأداء السيئة وفيه العديد من المشاكل أنا ما نعرفش آخر ما ثم الاعتداء اللي اتعرض له سي أحمد نجيب الشابي يعني شخصية وطنية وغيره من الشخصيات الوطنية يقع الاعتداء عليها من قبل مجموعة سلفية وجايته بالمعنية وهذا هو فلان وفلان حاجتنا بيه على خطره كافر بمعنى وتطبيق القانون الاعتداء بالعنف مش هذا بارك نهرت الجمعة اللي فات وزير الطربية وزير وزير معنى سي عبير وسي خليل الزاوية يعني من أجموش يعملوا اجتماع في قبلاط على خاطر مجموعة سلفية سبقتهم ودققتوا عملت وزادت لحق طلق يعني هذا نعتبروه إخلال أمني والعنوان المسؤول عليه واضح والحكومة يجب أن تحمل مسؤوليتها إذن إذا كان أحنا نتحط على الأمن فقط وقت اللي نحبه نقفه احتجاج يعملوه مواطنين لأسباب مشروعة ونشوفه في انفلتات أمنية أخرى لا يقع التصدي لها هذا يولي الكيل بمكيالين وإخلال الدولة بواجبات وهذا اللي يجب أن نتصدهول وهذا اللي يجب أن ننقضه نفس الأمر في كل المجالات كيف نشوف وضعية الماء المقطوعة على العديد من مدن تونس بسبب نهارين ولا ثلاثة متعاش يلي في سنة وزير الإفلاحة منذ ثلاثة أشهر كان يتحدث على أنه عندنا بلان لمدة سنتين في الماء وبعد تالي يولي محطات الضخ وما نعرف شنوها يعني كلام ما عنده وش معنى ومدن تونس تكاد تهزها الزبلة وفي مناظر مؤسفة لا عندنا لا عمال البلدية عندهم اضراب ولا عندنا أي مشكلة علاش يصير هذا في دولة المفروض أنها تونس معروفة بكفاءة إدارتها وبكفاءة كذا يعني ثم مآخذ عديدة في الأداء وإحنا قلنا من نهارلول ما تكفيش مسروعية للصندوق مش خاطر وصلت للسلطة الناس عطاوك أصواتهم أنت جدير بالسلطة لا أنت جدير بالسلطة وقتلي يتاخذ الشرعية من الناس وتكون كفة طيب إذن أدائك يكون مقنع هذا مش موجود وهذا ننقدوه بحي فما دعوات الآن ولو ما هيش بشكل معناها رسمي ولكن عبر بعض التصريحات في بعض وسائل علام دعوات لتوسيع التحالف الحاكم والحديث حتى على حكومة وحدة وطنية للخروج يعني بالبلاد من هاته الأزمة ومن هالمظاهرة ذي كما سميتها هاته انتها عدم كيفاش تتفاعلوا مع الدعوات أنا بالنسبة لي الساعة الهام هو أولا الساعة يجب نعرفوا اللي احنا في فترة انتقالية وما عندناش برشا باش هو هذا كله انتقالي وسينتهي عن قريب هذا يجب نكون واعين به الرئيسي اليوم هو يجب أن نحكم المرور من هذه المرحلة الانتقالية الثانية إلى المرحلة الدائمة الحكومة المطلوب منها أن تكون حكومة ناجعة فقط ونعرف أن الشعارات متى حكومة إنقاذ وطني حتى الناس اللي عملوها تراجعوا عليها النهضة عندها مشروع بعد مؤتمرها أن تفكر في توسيع الحكومة وتوسيع في التحالف إلى آخر هذا كشأنها هي كحزب حاكم تعرف مصلحتها وين أحنا كحزب عمل مصلحتنا هو في أن تدار المرحلة الانتقالية الثانية بما يضمن قدر أدنى من الاستقرار بما يضمن مصالح التوانسة بما يضمن عدم الانتكاس في التمشي الديمقراطي واستكمال هدف الثور هذا موقفنا من المسألة وبشكل مباشر مسألة الحكومة هذه والتفاصيل وحكومة إنقاذ ولا حكومة واحد أنا نعتبرها التفاصيل لا معنى لها كثيراً لأنه المهم هو المضمون وكل طرف يتصدى لإدارة الشأن العامية يجب أن يتحمل مسؤوليته طيب أستاذ أعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم على كل هذه الإذاحات في علاقة طبعاً بالقضايا المرفوعة ضد زوز من رفاقكم بجهة نابل والموقف الحزب من التحالفات ومن الحركة السياسية اللي تعيشوا التونس في هالمرحلة هذة من الانتقال الديمقراطي أستاذ نمنح لك كلمت الختام مش نية تحب تقول للمواطنين اللي تفرجوا فيك ولا حتى للحكومة ولا للأحزاب السياسية نحب نقول للحكومة أنه الشعب انتخب مجلس تأسيسي المجلس تأسيسي صعد حكومة هي الآن مسؤولة أمام الشعب الناس مش بشي حاسبوها على خطرها حكومة النهضة ولا مش حكومة النهضة الناس بشي حاسبوها هل كانت وفية للوعود التي قطعت لهؤلاء الناخبين أم لا راهوا لا مجالة للتنصل من المسؤولية أو تحميل الفشل للغير يلزم تكون ثم شجاعة سياسية وثم إخلاص وثم عمل على تحقيق مصلحة التونس بالنسبة للأحزاب السياسية موقفنا واضح نحن ندعو إلى توافق حول أد حد أدنى ديمقراطي مدني بمضمون اجتماعي يخدم مصلحة التونس بالنسبة للمواطنين التونسة قلولهم ما تفقدوش الأمل الشعب عمل الثورة والشعب يجب أن يبقى يقيضاً حتى باش الثورة هذي ما تتسرقش منه وما تتحولش الثورة لخدمة أهداف مجموعة خاصة وتحقق منافع خاصة يلزم تونس الكل تتقدم وتستفيد من الثورة اللي عملتها وما يلزمش تونسها مطلقاً يندموا على النهار اللي عملوا فيه الثورة وإنما يلزمهم دي ما يتطلعوا باش ينجزوا الأفضل وشبابنا وشعبنا قادر باش يعمل الأفضل. طيب نشكرك مرة أخرى استاذ عبد الرزاق الهمامي نذكره أنت رئيس الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديموقراطي نشكرك على حضورك اليوم وعلى كل هذه الإضاحات والتحاليل في علاقة بالحرك السياسي الدائر في تونس اليوم نشكر السادة المشاهدين في الختام على حسن الانتباه نلتقي غداً في موعد حوار قادر مشكورين سيدي يعطيكم الصح اشتركوا في القناة